مبارح تكلمنا عن الغذاء والنهاردة هنتكلم عن الدواءة الغذاء لا ينفك مواطن في أي مكان عن أنه يأكل لازم يأكل ثلاث واجبات في الأليل خلص يأكل واجبة يبقى لازم يتوفر هذا الحد الأدنى من الغذاء المرض يعتارد كل إنسان سواء كانت أمراض موسمية متوطنة وبائية تعتارد الناس كلها من الإنفلونزا للأمراض المهنية الناتجة عن المهنة الناس اللي بتشتغل في أفران الحديد في الأسمنت في الصناعات الكيموية في تكرير البترول في غيره دي بتعمل أمراض بيئية وفي علم متخصص في طب الأمراض المهنية والبيئية الناس اللي بتشغل موظفين وأمراض ألام الظهر والناس اللي بتشغل تحت ضغط وضغط الدم والناس اللي بتشتغل في أشياء بتحتاج فيها تنقق عينية والكلام الكتير ده كله غير السكر كبقى بقى حاجة عادية زي وزي أي حاجة تانية كل الأمراض دي بتستلزم إن يكون فيه هناك تشخيص وعلاج والعلاج بيحتاج حاجة اسمها دواء اللي هو الفارماسيوتكالزولوية المستحضرات الطبية اللي بنستخدمها كلنا أنا من أول الأسبيرين لحد الحقن ومش عارف إيه والمضادات الحيوية عشان تبني بلد كويس ووقف على رجليه لازم تحصن البلد ده من إنه دايما يحتاج إلى حد بره لإنه لو حصل وبقى زي الكورونا ده مش هتقدر تنتج مثلا الفاكسين وبالتالي هتروح لمين هتستنى الدول تمن عليك تحن عليك تعتف عليك لو الدنيا شيطة أو عندك في بلاككو أنت على ما تيجي تفكر تأمن مليون أمبولة فاكسين أو لقاح بيكون الشعب إيه اتوكل على الله ولا أحد يسلم في هذه الحالة لأنه الأمراض اللي زي دي الأوبئة بتأتي كالطوعين طعون كده يوقاشش فريرة بيسموها حتى كانت والدتي الله يرحمها هتقولك دي فيه أمراض زي الفرة كده بتيجي على البناء أدمين والطيور وكل حاجة وبالتالي يجب يكون عندك ستوك رصيد وعندك مكانة تشتغل مكانة تشتغل لو فيش أنت عندك حق الابتكار والتصنيع أنت حق الابتكار والإبداع في مطلع أدوية جديدة والتطوير أنت بتقوم مصنعة مصنعة يعني بتاخد الرخصة من الصين وتقدر تصنع طيب صنعت زي اللقاح بتاع كورونا هل عندك الأدوات اللي تمكنك من أنك تنقل اللقاح من مكان لمكان خاصة أنه بيحتاج درجة معاينة من البرودة لازم تعمل كده يبقى فيه تصنيع تطوير الدواء نفسه إذا كنت أنت لمتطورة تبقى حاجة عظمة شراء الدواء وتصنيعه عندك يجب يكون عندك ميكانة لتصنيعه تقدر تعمل مش تقفل كل مصنع الأدوية اللي أنت هو تلاتة يكون عندك اللوجيستيكس اللي هي العمليات اللي إيه التشهيلات زي ما سموها في العسكرية التشهيلات العسكرية هتاخد اللقاح ده في اسكندرية هننقله إزاي عم محتاجين كام عربية فيها كام فرجدير وكام سواق وكام وكام الشغلانة كبيرة جدا طبعا نص الحقيقة فيه في الضياعة في الحتة دي في الضياعة زي زي كل معظم دول العالم التالت ما بتأملش كده ليه لأنها مش جاهزة ولأن الدواء مش في خطتها تعالى ما ديك شوية أرقام يمكن يكونوا مفيدين عشان ما تقولش أن احنا بنخبط أي أرقام لا احنا بنتكلم كلام معقول إن شاء الله وموزونه بالحقائق واللي بنقوله دي دي عبحاث بتعملها جهات كتيرة جدا أنا وبتقول عليهم حجم سوق الدواء المصري ربعمائة مليار جنيه يعني نص تريليون احنا بنصدر دواء بربع مليار أو يزيد دولار بربع متين الاثنين وسبعين بنستورد دواء باتنين وستة من عشرة مليار دولار يعني احنا بنستورد خمس ستة أضعاف لأ أربعة واربعة تمانية عشر أضعاف عشرة وشوية أو تسع أضعاف ما نصدره يعني نستورد ونصدر ممكن نصدر مواد يعني علاجية لبلاد تاني كويس بسحة بنستورد باتنين وستة من عشرة مليار دولار الدول اللي عندنا منشآت الأدوية المصانع بتاعت الأدوية منها تلاتة في المية حكومي وسبعة وتسعين في المية قطاع خاص الرقم ده لازم يخوفك ليه لأن القطاع خاص ده لو قال لضميره لو يعني باعز ميته انت مش تلاقي حاجة الدولة مسؤولة عن الدواء وده جزء من بناء الدولة الحديثة ان الدولة يكون عندها من صناعة الدواء مش تسيبها للقطاع الخاص ينهش في لحم الناس وتقعد هي التابع وربما القطاع الخاص في بعض الأحيان غير أمين لأن في أدوية نبط الصناعش كويس بتتعامل تحت بيل السلم وده الدور بتاع الرقابة الإدارية لو ده يعني في أدوية كتيرة أقل كفاءة وزي المصري يقول لك ايه ونبي أخوهم تجايب السعودية بهاتلي معاك عيل بيت كذا ونبي أخوهم تجايب البلجيكة بهاتلي درجة نقاوة المادة الخامس زيها أخطر شيء إن الحكومة ترفع أديها اللوحة اللي قدام حضرتك دي أكتر لوحة اللي أنا بعرضها قدام حضرتك دي دي أخطر لوحة دي أيوة دي أكتر لوحة ليه بقى؟ لأنه 95 أو 97% من السوق قطاع الخاص في الدواء في مصر مملوك منه حوالي 70% للشركات قطاع خاص أجنابي يعني تيجي الشركة بحلها كده تنشئ الوحدة الوحدة التصنيعية بإسمها في البلد عندنا آه محطوط على الدواء كلمة بالعربي ومش عارف إيه كان ده كله صحية بس هي ملك للناس اللي برا إنما خطاع المحلي المصري بيملك 31% 31% من أصل 97% الحكومة ما تملكش 3% يعني حصل أي أزمة هارب رأس المال أزمة سياسية أزمة اقتصادية أزمة عفركشية إنت هتضيعا أو بالتالي هنا لما نتكلم على الدواء وتأمين الدواء والدولة لازم تملك الدواء يبقى أنا بعمل مخنة لطيفة جدا بقول أبني كبري ولا أمن الدواء أأمن الدواء أعمل طريق ولا أمن الدواء مش معناه أنه ما أعملش طريق إذا في أولوية يبقى أنا أختار الشيء الذي يحمي الإنسان ويساعده مش الشيء اللي لما الإنسان يا أية مش هيستخدم الكبرى لما الإنسان يا أية مش هيعمل النفق لما الإنسان يا أية مش هيطلع على الطريق لما الإنسان يا أية بيحتاج المستشفى يعني زمان كانت نقطة قديمة جدا قالت له يعني يا فلان أنا والله يعني لازم يكون عندي مش عارف إيه وإيه زي الناس مش عارف إيه قال لها طيب نجيب بس الحفة للعيال أو بطاطين قالت له لأ أنا عاوزة يعني نعمل كحك وبسكويت وبتفور عشان الناس يجي كده ويحسوا إن بيتنا كويس عملت كحك وبسكويت كلو جي الشتاء فقالت له إحنا عاوزين بطاطين قالها شد الكحك على رجلك يا ليلة يعني زي بنا عندي كحك شد الكحك وبسكويت على رجلك ما ينفعش ما ينفعش لازم يكون هناك استراتيجية واضحة لضمان تصنيع الدواء ولضمان توفيره ولضمان أن الدولة المصرية هي التي تستثمر في هذه الصناعة اللوحة الثانية اللي عندي إن أنا عندي الشركات زي ما حداك تشوفها الأكثر مبيعا عندي 15 شركة هي الأكثر مبيعا في السوق المصري ده خلال شهر مارس السنة اللي فات الدين كنت تكون أحدث أحدث لوحات أو أحدث أرقام عندنا وإنت جاي كده من أكثر مبيعا سانوفي نوفارتس جي اس كي اللي هو جلاسكو آآ اللي هي جلاسكو آآ بتاعت آآ اسميس كلاين وعندك آمون وعندك إيفا وعندك فاركو أظن آمون وإيفا فاركو دي مصريين إيبكو مصرية فايزر مش مصرية ميركو مش مصرية حكمة دي بتاع الدار الحكمة أظن ولا غيرها وعندك المهن التوبية الأدوية وعندك آآ إيبكس فارما وعندك جلوبال آآ نعبي وعندك مار صح ماركل ماركل وإسترازينك دي بالدول قدام حضرتك زي ما تشعر حجم مبيعات سوق الدواء في شهر واحد لو شهر مارس سنة فاتت زيت طيب يبقى أنا هنا في نقطة بقى ثالثة عاوز أقولك عليها ويمكن دي تكون خطيرة شوية هي نفس اللوحة أنا عندي حجم مبيعات الدواء في مصر تمانين مليار جنيه حجم مبيعات الدواء في مصر تمانين مليار جنيه وزي ما قلتلك أحنا بنستوردiries واحد من عشرة مليار دا في الدواء تعالى بقى ليه الأجهزة طبية الأجهزا الطبية مصر بتستورد حوالي اتنين مليار وشوية في السنة واحد واحد من عشرة في خمس شهور اتنين مليار وشوية اتنين مليار ونص تقريبا في السن لا جهزة والمعدات الطبية ما فيها جهزة الجراحة سراير ليه طب انا ما عنديش التصنيع ده ليه انا شفت مثلا في الهند وفي باكستان بيصنعوا معدات الجراحة انا شخصيا جبت مرة من بشاور من باكستان معدات الجراحة بتاعت العرض وهي توكيل من بريطانيا وحاجات جميلة جدا يمكن ما زالت موجودة في عيادتي في شبرا يمكن يعني من زمان او وكانت بالدولار وحاجة غالية ومعتبرة طبعا انت لما حاوز تعمل نهضة بدون ان تنتبه الى الدواء والمستحضرات الطبية والاجهزة الطبية مع ان مصر فيها فارع في كلية الهندسة اسمه الهندسة الطبية على معظم وده من قديم من زمان اول قابلت ناس اساتذة في هذا الطبي يمكن الدكتور باس محوطة كان استاذ في هذا احنا بنستورد في مصر اجهزة بس اجهزة بنص مليار دولار في الربع السنة يعني في السنة باتنين ايه مليار اجهزة وشوية طبعا المصانع الحربية تنتج صح ولا بعدين تغاوي ايه تنتج مصانع الحديد والحديد والسلم ويبقى فيه مصانع متخصصة تنتج هذه اجهزة وناخد ترى خصم لا احنا بنعملش كده للاسف ما لا يملك غزاءه ولا يملك دواءه في الحقيقة يعني نظل عاجزين عندنا تسعين في المية من دواءنا بنستورده من الصين يعني احنا بنستورد اثنين وستة من عشرة بنستورد من الصين اضرب الرقم ده في تسعة يطلع معاك كام يطلع معاك واحد او اثنين واحد من عشرة مليار في السنة بنستورده من اثنين من الصين يعني احنا بننفعهم رايح رايح جاي اما يقول